الرديل تسعين تسعين هواها مصر. انما خلونا برضو معانا مدخلة مهمة جدا كابتن سيد معاوض نجمة مصر والنادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي يا كابتن سيد صباح الفل اهلا وسهلا بحضرتك. سلام حال فل الله. اخبرك يا ابو الكبات ان البقاء للاه لكل تأكيد في وفاة شخص كابتن حسام عشوش. اكيد اكيد كلنا بن عزيزي ربنا كن ان شاء الله بازن الله. حالة من الانتقاط شديدة بعد مباراة زناكوة كابتن سيد. اه يعني بكت بتكلم مع الناس انه لو كرة كلبالي كانت دخلت المرمى ما كانش الموضوع هيتفتح بالشكل ده يعني ما كانش الناس هيبقى عندها هذي الحالة من الانتقاط الشديد لاداء الفريق. طيب رؤيتك ايه للقاء ده تحديدا? ووجهة نظرك فيه? تفضل يا كابتن سيد. لا يعني انا اكلمك على الكلام اللي انت بتقوله في الاول اه يعني انت شايف ان الانتقاط اه شديد جدا. اه. يعني لا هو في حاجتين. يعني طبعا النزل اهلي ده اه حاجة كبيرة جدا ان اه الضغط اللي بتتعامل بيه جوه النزل اهلي. اه. ده الطبيعي اي نتيجة سيئة او اه ما تكونش كويسة. اه. هتبقى هتلاقي ردود افعال غير طبيعي. اه. بس فيه توقيت. بيبقى حظ سيء. اه. الحظ السيء اللي اه اه ووجهة نظر الشخصية بالنسبة لنا. اي. اي. شايفها اللي من دول ان انت دخل في حاجات تانية بعيدة من يعني عن فرقة الكرة. اه. يعني هي امور تانية خالص يعني. زي ايه? اه. يعني مفهم. زي ان انت شايف ان اه في حرب الناس عايزة تدخل اه فرقة الكرة وبهاز الفن فيها. اه. في صراع الانتخابات بدأ بذري. اي. اي. ففرقة الكرة دلوقتي هتكسب هيبقى حاجة كويس. اه هتخسر يبقى اه النحية التانية هتستغل لها. يعني الامور يعني كتير قوي. اه. والمحبين كتير قوي. صحيح. اللي داخلين في الاتجاهين. اه. اه بس انتو بس انتو قفلين على الفرقة في الموضوع ده. لا احنا قفلين. اه. اه. احنا احنا جوانا موضوع تاني. اي. انا بكلمك على الخارج نحن. لا فرقة الكرة وبجاز الفني ده ما افلين والحمد لله الموضوع بالنسبة لنا مقفول تماما ومناش علاقة. ولا النحاء دي ولا النحاء دي. اه. استغلال المشهد نفسه. اه. انا انت حاج بتكلم على استغلال المشهد نفسه. اه. تحويل المكسب الانتصار. وتحويل النتيجة حتى كمان لو كانت سلبية حتى لو بالتعادل الانتكاسة كبيرة والكل يستخدمها بشكل او باخر حسب نوايا الانتخابية. مظبوط كده كبتنسايد? اه. اه. والمحبين في الانتجاهين موجودين بشكل كبير جدا. خليني بس اتكلم مع حضرتك بقى في اكتر من اه من جزئية. هل النادي الاهلي عنده مشكلة اه دفاعية اه غياب كان اه اه سعد سمير بسبب موضوع التجنيد اه احمد حجازي لسه كان راجع من من اصابة. يعني ازا افهم منك الموضوع عامل ازاي? هل ده مؤثر شوية على النادي الاهلي ولا? لا. مع العلم طبعا والتأكيد على النادي الاهلي خلال الفترة الاخيرة. واحد من اكتر الفرق اللي موجودة في الدور المصري او لما يكن هو الفريق الوحيد اللي في الدور المصري. اللي محافظ على نظافة شباكه الفترات اه طويلة. وحتى كمان على مستوى الهزائب لم يهزم ولا مبارا. يعني مبدئيا اه سعد من العيبة المهمة جدا بالنسبة لنا واحجازي من العيبة المهمة طبعا. اه. انما انت الحمد لله يعني حتى في ظل غيابهم. لا الامور مش بعيدة. اه. نجيب من افضل العيبة اللي كانت موجودة. مباراة اه او المبارح اه رامي كان بايز باله فترة وبدأ اياخد. فالامور بالنسبة له مش بعيدة برضو. اه. لا يعني اه مش اقول ان احنا اه الموضوع فرق معنا بشكل كبير انما هما اتنين اللي عيبة لو موجودين في الملعبة هيفيدونا اكيد. اه. بشكل اكبر لانه هما هما اللي بدأوا السنة. اهما اللي كانوا ماشيين بشكل كويس. اه اه سعدوا حجازي من اهم اللي عيبة بالنسبة لنا. طيب. من ضمن اسألت الناس خلال الفترة اللي فاتت هو اه لماذا اه عدم مشاركة علي معلول خلال المباراة الماضية مباراة اه زناكو. وجهة نظركم كانت فيها ايه يا كابتن سيد? لانه انت عارف حقيقة اكيد سمعت السؤال ده من اكتر من حد في الشارع حتى كمان. اكيد سمعته برض عليه رد طبيعي جدا يعني علي لعب اه مباراتين قبل مبارات اه اه النصر التعدين. وبعد كده صبري اخذ مبارات النصر التعدين. اه. زر بياه بشكل اه كويس او مرضي اه. لا والله كان عشر على عشر. والله كان عشر على عشر صبري الحلفة ماتشو النصر التعدين كان عشر على عشر امان الشادة لله يعني. اه فالطبيعي ان انت كان عندك مفاضلة بين الاثنين. اه. اخذت قرارك ان صبر اللي يلعب. يعني التوفيق ده برضو خلي بالك يعني. بيبقى من. اه لحظي في وقت مباراة يعني ممكن انت اه يعني تخيلك ان ان الامورات بقى افضل. ام. ويعني اه الغير طبيعي خالي بقى لك بعزة. غد النظر عن الاسماء والاماكن وكل الكلامنا. ام. اه الحالة الفنية اما يكون عندك سبع او تمانية بعيدين في اليوم ده عن حالته. ام. صعب جدا هيبقى صعب جدا عن فرق كرة. فرق كرة ممكن تشيل اتنين العيبة. تلاتة العيبة. ام. مش في حالته. انما سبع تمانية بتبقى الامور صعبة جدا. ام. يعني هتلاقي هتلاقي الشكل بعيد. ام. عن اللي انت عايز تلعب به. ام. الامور كلها بيدة. فرصة قليلة. لما حتى في الظل كده. انت كان ممكن تكسب. ام. يعني انا قلتها بعض مباراة قلتها مش المشكلة فرقة زي ناكن. ام. المشكلة كان لدينا احنا. ام. احنا اللي ما كناش في حالتنا او ما كناش في يومنا بنعنى اصح. اي. طيب ما هو ده لو اتعد اكتر من مرة مع فارق المستوىات الاهلة حيكسب وحيكسب بفارق كبير جدا. انا موافق موافقك في الجزئية دي. الناس بتسأل برضو على اتنين من اللاعبة برضو المهمين. محمد هاني. ظهور طيب مع بداية الموسم وفي اللقطات او في الاوقات اللي بياخدها. بعدين اختفاء. فالناس تسألها محمد هاني. الناس كمان بتسألها على اه صالح جمعة. ازا حيك عايز تفصل ده عن ده. اه من حيس الجهزية ماشي. بس اه السؤال دايما على الاتنين دول محمد هاني وصالح جمعة. اه والاخير الناس بتشوف فيها ان هو من وجهة نظرهم. يعني ان هو ده البديل الاستراتيجي لعبدالله السعيد. وفي ناس تانية بتقول لها انه عبدالله ملوش بديل. لا انا ادي لك اه الكلام الصراحة. اه. مش الكلام الدبلوميشي حتى. اه. يعني طبعا انت لازم تفصل هاني عن صالح تمام. اه. هاني من العيبة اه جيدة جدا اللي عندها امكانيات فنية وبدنية. اه. حتى اه 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 اخلاقيا من العيبة المميزة اللي من وجهة نظري. يعني ما شاء الله يعني عندها حاجات كتير جدا كويس. اه. هاني بدأ الموسم بدأ ما اه يعني ما بدأش موسم بشكل اساسي. بعد كده دخل على الفرقة. كلها موضشات كتير وكان كويس جدا. لحد مهورتين اه بالناس اه ذهابوا عودة. اه يمكن هاني كان بعيد فيهم شوية. اه. كان عنده ارهاق. وبعد كده بدأنا باحمد فتحي نحن نحية اليمين. احمد فتحي ماشي فيها. ايه. بشكل كويس جدا. اللي اتنين بتوقع نفس الملعب. بدأوا يمشوا بشكل كويس سواء. اه عشور والسلية اه قبل الاصابة الا. اه. ويرجع تاني. وبعد كده اما دخل حسام غالي فترة من فترات. برضو اما تطاب ورجع تاني. طيال امور كانت ماشية في النحية دي. كويس. انما هاني ليه دور مهم جدا. واحنا هنمن اللعيبة المميزة واللعيبة اللي لها دور مهم جدا. جوه النادل اللي ممكن الفترة الاخيرة. اه. تقلق فتحي ناحية اليمين طبعا طبيعي يعني. فتح كل مغرب يعمل جون واتنين. فطبيعي جدا ممكن مش هتغير في النحية دي شوية. اه. انما هاني اه اي فرصة. وهاني اللي تحترمه فيه ان هو في ظل بتدعه حتى. اه. عن المطشات. اه. وعن هو بالعيف اساسي او احتياطي حتى المطش الاخير. اه. بيتمرن بشكل كويس وبيقدي كل المطلوب منه. اه. طيب صالح. هروح لصالح. اه. صالح اه الفترات اللي اللي دخل فيها. اه اه دخل. بس الامور بالنسبة له ما كانش جيدة جدا. اه. والوقت اللي انت بتحتاج فيه صالح بيكون بعيد. اه. انما صالح احنا احنا بنحاول نساعده كمان. اه. يعني من اكتر العيبة اللي احنا بنحاول نساعده جوه الندلات. اه. بس هو لازم القرار يبقى من جوهك لازم يبقى انت عايز لازم انزل المال. اه اه ادي فرصة اه حياتي. اه. الامور بالنسبة له ما تبقى الصبعية. اه. لازم ابقى اعرف اه انا اه بلع فيه بتنافس مع فيه. هي دي هتفرق بشكل كبير. اه. لما امكانيات فرحة عنده. امكانيات فنية كويسة جدا. اه. انما ده لازم يبقى من خلال الفرقة. لازم يبقى. اه. اه. اه طبعا لازم. وخلي بقى لك انت ممكن تبقى لعيف كويس جدا. اه. وجوه الندل قال لي ما يبقاش لك دوقف. اه. لازم تحارب عن مكان ده. اه. دي اللي لازم مطلوبة مش من صناعة. بس من كل اللي عيب حتى اللي معيزه بشاركه. اه. خاصة يعني هم. هم دول لازم عشان تلعب وهو لازم طبيعي. ش hungari يعني عندكم عدل يعني يكفي ان عامر السلامة لما واقف على رجله واخد فرصته لحد دلوقتي. اه برضو اللعيبة بتدخل. اي حد اي حد غايم والله بينزل الملعب. وبيقدي بشكل كويس ما بيخرجش منه. لما مستوى بيقل. صح. بدون اي حسابات وبدون اي ضغوطات وبدون اي حاجة. اه. وخلي بالك. انا اولا بتكلم النهارة. يعني سهل جدا يعني في اوقات اه جوة النهار الاهلي. يعني اما تلاقي الضغوط كبيرة. اه. سهل جدا تستخبه. اي اي. صح? صح. صح. انا واحد من الناس مش اما 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 تخبه من حاجة لان ما فيش حاجة. طالما بتعمل العدل وبتفكر في حاجة كويسة. اه. عشان خدمة النادي ده هو الصح للنادي. اه. انا نفعش مشكلة. اه. في دي النقطة. وهكرر. اه. يعني كمية الهجوم برضو اللي شغالها. اكابت يا حسان. اه. فيها حاجات غريبة جدا. اه. يعني تحس ان فيها. في ناس ام يعني الموضوع بالنسبة له. زي ما قلت لك النقطة الاولانية. اه. بتاع. اه. صراع لك. اه. 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 اه المترجم للقناة